بسم الله وعلى بركة الله اليوم اللي يسمي اللي طبخ رح نقدم بروشات سكالوب بالخوضر نجوز مباشرة المقادير وفي نفس طريقة تخضير عندي هنا سكالوب هكا مقطع مربعات ندير عليه الملح فلفل مصود من قليل من الزنجابيل شوية قركم شوية فلفل حمار ماشي بالزد زوج مغارف مغارف زيت هكا نحرك هكا سكالوب كوابل باش يتشرب الماء وكنا نخلي هكذا يريح هاذ توابل واحد الساعة ونص ساعتين نعود لكم باش نشوف كيف كيف نصدوك الحمتاع ريح خليتو بطاها كافة في التوابل هكذا 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 نصدوك هكذا 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 الكمية هذي اللي عندي. من بعد نقول لي لكم باش نطيبوه كيف كيف. عني شاعلت شوية ذوك راهي سخونة. ولي بروشتة وعيرا هم موجدين. ذوكو نديري ونديرهم يطيبو. بسم الله. هكذا نخليهم حتى يطيبو مليح نعود نقلبهم مرة مرة باش يطيبو مليح. من جي ها بقران ندير شوية فلفل حلو. هيد شوية لها. هكا نسقبو شوية هكا ونديرو تشوى. هكذا. وندير معاه الحار. هكا نسقبو ونديرو في تشوى. هكذا ذوكي يطيبو لي لبروشت ويت شوى الفلفل. نعود نقول لكم ان شاء الله باش نشوفوهم في طبق التقديم. واني قلت لكم بعد اللي طابوا لي بروشتة وعيدة ما شاء الله. رافقتهم. رافقت لبروشتة بلي فريت. ودت شلالة فلفل حلو وطماطيش وزيتون. وحطيت ثاني الحار اللي يبغي الحار. هكا لازم له زيت زيتون. هكا يعني طبق متوازن ما شاء الله. ودرت معاه كسرة اللي توالم بزاف الفلفل. سواء كان حلو او حار. انتمنى انو هاذا هذي الاطباق تعجبكم ان شاء الله. وتجربوها. وما تنسوش تديرو لي جام وابوني الفيديو اللي عجبتكم. والى الملتقى ان شاء الله. اشتركوا في القناة